بعد ساعات فقط من موافقة المجلس الفدرالي الروسي على شن ضربات جوية ضد أهداف في سوريا نفذ الطيران الروسي بالفعل عدة غارات جوية استهدفت بعض المواقع في ريفي حمص وحمات السوريتين تقول موسكو إنها نفذت فعلا غارات تستهدف مواقع تابعة لتنظيم الدولة بطلب من النظام السوري وتؤكد أنها أبلغت كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل قبل شنها تلك الغارات لكن ذلك لا يعني تغييرا في موقف واشنطن من نظام الأسد لقد قلنا مرارا وتكرارا إن نهجنا سوف يستغرق وقتا طويلا وهذه ليست مهمة سهلة داعش يتغلغل في المناطق التي تعاني الإدارة الفاشلة نعتقد بأن القضاء على داعش في سوريا لا يمكن إلا بوجود رئيس وحكومة عددية قادرين على الاندماج مع المجتمع الدولي وتؤكد مصادر أمريكية أن موسكو أرسلت تعزيزات عسكرية إلى سوريا تتضمن طائرات حربية وأنظمة دفاع جوي ودبابات وأسلحة حديثة لمساعدتها في مواجهة قوات المعارضة التي تحرز تقدما هذه الرواية أكدها كذلك دبلوماسيون فرنسيون قالوا إن الغارات الروسية تستهدف مواقع المعارضة وليس مواقع تنظيم الدولة على الأرض تشير الأنباء إلى أن إحدى الغارات الروسية استدفت موقعا لكتائب العزة التي تعد ضمن القوى المعتدلة وفقا للتصنيف الأمريكي الغارة بالطيران على إحدى المقرات التابعة للتجام والعزي اشتركوا في القناة